السلام عليكم ازايكم يوم الاثنين الماضي قامت طيارة اسرائيلية من طراز F35 وضربت الكنسولية الايرانية في دمشق قدلت اتناشر واحد ايراني منهم سبعة من الحرس السوري الايراني كبير السبعة دول هو محمد رضا زهدي اللي هو قائد فايلك القدس في لبنان وسوريا والنائل بتاعه كمان يعني ما تقولوش هو بس الواحده لا والنائل بتاعه هي من ساعتها واسرائيل معلنتش رسميا انها وقفة خلف الهجوم ده بس كل الناس قاعدة منتظرة ايران هتعمل ايران هترد ولا مش ترد فالنهاردة فيه كزا سؤال مهم هل ايران بالفعل هتبتدي تضرب اسرائيل وترد على اسرائيل طب تضرب اسرائيل ازاي هتضرب تهاجم الكنسولات الاسرائيلية ولا تضرب العنق الاسرائيلي ده سؤال مهم تاني سؤال ايران لو ضربت اسرائيل اسرائيل هتعمل ايه ايه الخطوة اللي هتقوم بها اسرائيل لو ايران ضربت اما السؤال الحاسم هو طرحه كاتب امريكي في جديدة فوربس الامريكية او موقع فوربس على فكرة فوربس هي مختصة بشؤون الطاقة والاقتصاد بس واضح جدا ان مقالاتها العسكرية بتكون قوية قوي الكاتب بيسأل هل ايران تنجو لو دخلت في حرب مفتوحة ضد اسرائيل وهنا هو الرجل مش بيتكلم على دولة ايران هو بيتكلم على نظام الملالي او نظام كامنئي هل كامنئي ينجو لو دخل في حرب مفتوحة على اسرائيل ولا لا المقالة اللي معنا هرده منقالها قوي جدا حضرتك لازم تسمع عن المعلومات اللي فيها لان المعلومات اللي فيها في منطقة خطورة وتكشف لك مواقف كتير اوي خاصة ان ده اكتر ملف ساكن حالين في العالم ايران حترد وانش ترد ولو ردت الا هيحصل في نظام الملال بس طبعا عشان اقول لك كلام ده كله واكشف لك تفاصيله لازم اقول لك القصة ملا اوي اعتبر المرشد الايراني علي خامنئي ان اسرائيل ارتكبت خطأا بهجومها على الانصلية الايرانية في دمشق وقال خلال خطبة صلاة العيد في طهران انه سيتم معاقبتها على ذلك قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الراعي اللي معنا النهارده راعي مختلف تماما لو انت بتحب تسافر دبي كتير تقضي اجازة او تشتغل هناك فعاوز اقول له حضرتك ان انت ممكن تعمل كده وتستمتع ده افضل اقامة فندقية ممكن تشوفها فندق جران ميركور دوباي سيتي هوتل بيديك افضل الخدمات الفندقية خمس نجوم باسعار حتبهرك لان الخدمات الفندق ده صعب جدا تلاقيها بالاسعار دي وبالجاو دي في نفس الوقت عندك حمات سباحة عندك خدمة فندقية على اعلى مستوى عندك جيم عندك سباع عندك مطاعم على اعلى مستوى كل ده باسعار حتبهرك خلي بالك الفندق ده في اكتر من مئتين ستة وخمسين غرفة فندقية في شوة فندقية كمان خلي بالك في اكتر من مئة ستة واربعين شقة فندقية موجودة في فندق ده واوعيدك ان انت لو اقامت الفندق ده هتشوف اقامة مختلفة تماما عن اي فندق في دبي جران ميركور دوباي سيتي هوتل اصيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابت تتواصل معاهم او تحجز لرحلتك القادمة في دبي ده حيكون افضل خيام ليك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص الانتقام الايراني حقيقة كل الناس عملت تستفسر وتقول هل ايران هترد فعلا ولا ايران اضعف من انها ترد طيب وتاني سؤال ايران لو هترد على اسرائيل بعد ما قتلت قائد فايلك الكدس في سوريا ولبنان والنائب بتاعه وسبع اخرين من الحرسة الايراني ايران هترد على قصف الكنسوليات ولا هترد في القلب الاسرائيل الحقيقة خلي بس افسار لك الدنيا مشت ازاي اولا خد بالك ان خامن اي هو اللي في ايده قرار قصف اسرائيل يعني قرار قصف اسرائيل ده ما يطلعش من رئيس الايراني لازم يطلع من خامن اي من نفسه اللي هو مش الاعلى فلولا حزت هتلاقي ان في الساعات الماضية بالزاة التمانية واربعين ساعة اللي فاته خامن اي عمال يوجه رسال كتير اول اسرائيل اوي بكسافة غير معهودة بطريقة غير معهودة الرجل على فكرة بيغرد بالعبري يعني خامن اي نزل تغريدة بالعبري ولك هننطقم من اسرائيل وحنرد على اسرائيل تاني حاجة خامن اي ما اكتفاش بالتغريدات لا ده كان فيه صلاة العيد وقال ان نظام الشيطاني نظام الصهيوني ده يجب ان يحاقب وسيعاقب على موضوع قصر السفارة الايرانية في دمشن مهاجمتهم لقنصلياتنا تعني انهم يهاجمون ارضنا هذا يعتبر من الاعراف الدولية في العالم الكيان الخبيث ارتكب خطأ في هذه المسألة ويجب ان تتم معاقبته على ذلك وستتم معاقبته نحن حزينون بسبب فقدان احبتنا هؤلاء الشهاداء مثل الشهيد زاهدي والشهيد رحيمي ورفاقهم كانوا يعشقون الشهادة ولم يخسروا شيئا وهانيئا لهم هؤلاء كانوا يحلمون بنيل الشهادة طوال عمرهم والله وهبهم الشهادة بسبب جهادهم فهانيئا لهم فخد بالك من كسافة تصريحات خامين ايما يدولي ان ايران بتحدد طيب ايران لو هترد هترد ازاي رحية هنا توقف قدام مقالة نازلة فيه موكالة انباء اسمها بلومبرج بلومبرج بتقول لك ان المسؤولين الامريكان طيب قانوا يعني خلص هما اجالهم معلمات وعن فكرة بلومبرج نقل المصادر يعني هو مش كابدين مقالة رقش لأ هما جايبين مصادر مصادر امريكية بتصرح ان الرد الايراني حتمي ايران هترد هترد والرد الايراني هيكون في الانكل اسراييلي مش في الكنصريات مش في الصفرات لا في الأنكر الإسرائيلي والرد الإيراني حيكون بسواريخ وحيكون بمصيرات وحيكون فيه سواريخ كروز سواريخ كروز دي في العادة بتطلق من مراكب من غواصات من طيارات بس الأغلب إذا حيتم إطلاقها من مراكب في الأغلب يعني سيناريوهات الرد الإيراني بحسب خبار عسكريين قد تشمل أيضا تدمير محطات الطاقة الثلاث لإسرائيل بالإضافة إلى 222 محطة تنقل طاقة أو استخدامها لشن ضربات على إسرائيل مباشرة كمان لدى طهران خيارات أخرى وفق تقديرات مسؤولين أمريكيين فإنها قد تطلق العنان لوكلائها في المنطقة لشن عمليات على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا طيب المسؤولين الأمريكان برضو وفقا بلومبرد بيقولوا إنه مش شرط الهجوم الإيراني يبتدي من عند حزب الله يعني لو أنت فاكر أن حزب الله هو اللي هيرد على إسرائيل لا أصل تم قصفه هي الكنسولية الإيرانية ما تمش ضرب هدف على صلة بإيران لا أو على صلة بحزب الله فلازم إيران هي اللي تردت نفسها فمسؤولين الأمريكان متوقنين على كده طيب فمعنى كده إن المرشد الأعلى أصدر أوامر بقصف إسرائيل ومعنى كده الأمريكان متوقنين إن إيران هترد طيب هتيجي تقولي على فكرة طاقعات إعلامية أي كلام مطافش عندها دي حبة ورق وحبة كتاب أي كلام مأجورين بيكتبوا كلام عشان يخوفوا الشرق وكان دا كله هقول لك أبداً خد بالك إن مايكل كوريلا ده هو قائد السينت كام أو القائدة المركزية الأمريكية راح يزور إسرائيل راح هي ده اللي كتب المعلومة دي موقع اسمه أكسيس أكسيس ما كشفش إيه جدول أعمال مايكل كوريلا في إسرائيل بس أقل لك إن فيه تقييم استخباراتي بين أمريكا وإسرائيل حالياً ومايكل كوريلا رايح الظاهر كده يشرف على القطط الإسرائيلية الموضوع على التصدي لهجمات إيرانية فالموضوع متاخد بجد وخد بالك إن فيه عود أمريكا للدفاع عن إسرائيل يعني فترة ماضية كان فيه محل شكل كده أمريكا هتقف مع إسرائيل ولا لا بمرور الوقت وواضح جداً إن أمريكا على استعداد للدفاع عن إسرائيل وإن إسرائيل لو تلقت ضربة الأمريكان هم اللي حيردوا مع الصهينة مش إسرائيل لوحدها وده واضح جداً إن هم بيودوا قائد سينت كام يعني قائد سينت كام ده اللي موجود في الشرق الأوسط هدي حاجة هامة سؤال لو إيران قصفت إسرائيل إسرائيل هتعمل إيه؟ الحقيقة خد كلام وزيري فهجية الإسرائيل طلع يقول لو إيران ضربت العنق الإسرائيل إسرائيل هترد على العنق الإيران يعني لو إيران قصفت أهداف أنا فاكرة وما بيتكلموا إن إيران هتقصف أهداف عسكرية مش مدنية يعني إيران هتبعد عن الأهداف المدنية لو إيران قصفت الأهداف العسكرية في إسرائيل أو حكومية كمان إسرائيل سترد في العمق الإيراني إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل وتشن هجوما في داخل إيران وإن أما بيتكلموا عن منشآت النواية الإيرانية إيران من الجهة الأخرى بتقول لو تم قصف منشآت النواية الإيرانية بتاعتها حنقصف منشآت دايمونة بالسواريخ اللي هو مفاعل نووي وده يبقى نهرس لأن إحنا جمي مفاعل دايمونة ده مصري يعني ممكن نتقصر لا قدر الله ده أمره مستمع شوية بس خد بالك من الرد ده بيهدد وده بيهدد سؤال بيطرحه كاتب أمريكي في جريدة فوربس الكاتب ده اسمه دانيال ماركاين دانيال ماركايند عطول بيكتب في أمور الطاق ما بيكتبش خلص في الأمور العسكرية أو السياسية بس خد بالك من مقالة بيقول إيه بيقولك خد بالك دلوقتي إحنا قدام رد إيراني ورد إسرائيلي وحرب مفتوحة بس لو إيران دخلت في حرب مفتوحة ضد إسرائيل يجب أن إنت حضرتك تبقى متيقن أن دي نهاية النظام الإيراني دي نهاية النظام إيراني ليه؟ قالك أولا إسرائيل كده أو كده عاوزة تقصف منشآت النواية إيرانية فهتأخد أن يتم الاعتباء عليها سواء بسواريخ سواء بمشارات أنت اعتدت على العنق الإيراني فدي فرصة كويسة جدا للانتقام من إيران وتوسيع الحرب لحد ما يتم عزل الملالي هل إيران قادرة على خوض حرب مفتوحة ضد إسرائيل؟ قالك تعالى بص أولا بعد الضربة الإسرائيلية الكنسولية الإيرانية في دمشق لازم تعرف أن حصل تمرض مسلح في ولاية إيرانية اسمها بلوشستان بلوشستان دي على حدود باكستان يعني حدود الإيرانية باكستانية إقليم بلوشستان الواقع جنوب وغرب آسيا ويتوزع البلوش في دول ثلاث ففي باكستان يضم مناطق من جنوبها الغربي وعاصمة الإقليم كويتا ويشمل جنوب شرقي إيران فيما أطلق عليه بمحافظة سيستان وبلوشستان وعاصمتها زاهدان وكذلك أجزاء من جنوب أفغانستان في مقاطعات نمروز وهلماند وقندهار تكمن أهميته الاستراتيجية في أن كل من إقليم بلوشستان باكستان وسيستان وبلوشستان الإيراني يطلان على بحر العرب وخليج عمان إذ يعتبر ميناء جوادر في جهة باكستان درة التاج في مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين وعلى الجانب الآخر ميناء تشابهار الإيراني الذي ما تزال تسعى الهند لتطويره بهدف المنافسة ولي بلوشستان دي دول أصلا مش فرص يعني دول من العركة بلوشي فدول مش فرص وانقلبوا عملوا انقلاب مسلح والكلام ده كله فده يوريك أن لأ الأمور مش باستقرها في إيران تعال بص على العملة الإيرانية حتلاقي العملة الإيرانية انهارت 30% بقى الدولار الواحد يسوي 600 ألف ريال إيراني تحبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران فالريال الإيراني سجل تراجعا قياسيا هذه المرة مقابل الدولار تراجع قال عنه خبراء الاقتصاد إنه الأدنى على الإطلاق حيث بلغ الدولار الأمريكي 300 ألف ريال بعد تراجع متواصل خلال الأسبوعين الماضيين هوت خلالهما قيمة الريال من 262 ألفا للدولار الواحد أي بنسبة 12% وفي محاولة لتدارك التدهور الاقتصادي وتدني العملة في البلاد تاني حاجة خذ بالك من أمر مهم جدا قالك الاحتياطات الإيرانية من العملة الصعبة مش كبيرة التدهور الاقتصادي وتدني العملة في البلاد دعا مسؤولون إيرانيون المصدرين إلى سحب أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء تراخص التصدير الخاصة بهم فيما لوح البنك المركزي الإيراني بنشر أسماء المخالفين رابع حاجة حضرتك يجب أن أنت تبقى متيقن إن الإنظام الإيراني ده مكروه من شعبه الشعب الإيراني مش طايق خامنئي مؤيدي خامنئي اللي حالك بتشوفه في التلفزيون دول مش كلهم مش شعب الإيراني شعب الإيراني أكبر من كده بكتير يعني عدده أكبر من كده والأغلبية الإيرانية ما بتحبش النظام الإيراني ليه؟ قالك بص يعني صعب جدا النظام الإيراني يفسر إن دولة عيمة عن نفط والغاز فقيرة بالشكل ده عملتها في الضياع بالشكل ده عندها مشاكل اقتصادية جمع هو أصلا النظام مش عارف يتفسر ده لشعب بس طبعا ده موجود لأن نظام العقوبات النزل على إيران بشكل كير طبيعي حتى لو إيران صادراتها من النفط زادت الفترة اللي فاتت دي بس برضو ده لا يكفي الشعب الإيراني في العام الماضي سجلت إيران ثاني أكبر وطيرة نمو في إنتاج النفط بعد الولايات المتحدة بنمو بلغة تقريبا 450 ألف برميل يوميا ليصل إنتاجها إلى أكثر من 3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ العام 2018 حاجة تانية النظام الإيراني مش عارف يفسر إن لما بيجي له دولارات إزاي ما بيروحش يصرفها على شعبه بيروح يصرفها على لبنان اللي هو حزب الله حسن نصر الله يروح يصرفها على الحوثيين اللي هم في اليمن يروح يصرفها على مرشيات الشيعية في العراق وسوريا فإن أنت تصرف كم من مليارات دي خارج الدولة طبعا تصرفها جوه أحسن فده أمر بارته تاني النظام الإيراني مش هيعرف كيف يفسروا الشعبه في جنوب البحر الأحمر من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وعمليات خطف السفن تدار من قبل خبراء إيران وحزب الله ومعهم فرق حوثية تدربت في جامعة خامنئي لعلوم وتقنيات البحار أما تالت حاجة النظام الإيراني مش عارف يفسرها الشعبه حاجة بسيطة دي هو ليه بيكره الصهاي ناص أو ليه بيكره اليهود الراجل بيقولك أنا صعب أصدق إن فيه كراهية بين الفرس واليهود الفرس واليهود طول عمرهم تاريخيا معندهمش عداء مع بعض ونادرا الحروب اللي ضارت ما بينهم يعني فإيه اللي حصل إن النظام الإيراني مبني على كراهية اليهود دي حاجة مش قادر يفسرها لشعبه بس هو عاوز ينقلها كده بس الراجل في الحتة دي عشان بس أأكد لك الموضوع الراجل في الحتة دي بيقولك النظام الإيراني عقدته هي كراهية اليهود بيكره اليهود بعنيه وهي عقدته مبنية على كده عشان كده مقتل محمد رضا زهدي لازم رد عليه ليه؟ لأن ده أعلى ردبة إيرانية السرائيل تختالها ده الراجل يجي في الردبة بعد قاسم سليماني على طول يعني قاسم سليماني قائد فيلك القدس العام يعني قائد فيلك القدس كل هناك محمد رضا زهدي بقائد فيلك القدس في سوريا ولبناء وده إسرائيل الي اختبته مش الأمريكية فيجب على النظام الإيراني ان هو يرد فراجل بالنحية التانية بيقولك الأمور كده صعبة بالنسبة للنظام الإيراني وخد بالك ان إيران ما عندهاش سلاح جو وإيران عملت ورد أسلحة لأي دولة عندها حروب أهلية بدلا من نقص الأسلحة الروسية في الأسواء تعال بص على الحرب الأهلية في السودان حرب الأهلية في السودان النظام الإيراني بيورد دلوقتي مصيرات شاهد 136 للجش السوداني وعفكرة المصيرات دي عاملة فرق في الحرب وجش السوداني عملية تقدم ودلوقتي يكمل مقاطر النازلة هو نظام الإيراني بيتدخل ليه في السودان حيعمل ليه في السودان والكلام ده كله أخيرا وليس يا خير حرب مفتوحة مع إسرائيل يجب على النظام الإيراني إن هو يحول الاقتصاد الإيراني لإقتصاد حرب أكتر ما هو منهار يعني اقتصاد الإيراني منهار لازم يتحول لإقتصاد حرب طيب انت لو حولته لإقتصاد حرب هل النظام الإيراني والاقتصاد بتاعه يعرف يصمد في حرب مفتوحة؟ قال لك لا برغم إن إسرائيل دولة صغيرة بس اقتصادها أقوى من إيران الراجل حس كده إن المقالة موجهة إن إيران ضعيفة وإسرائيل قوي مش بس خد بالك هو ذكر النقطة الأهم في المقالة النظام الإيراني لازم يرد فالسؤال دلوقتي كيفية الرد الإيراني بدون حرب شاملة مع إيران أو مع إسرائيل لأنه واضح جدا إن حرب شاملة بين الطرفين كانت طرفين سواء إيران أو إسرائيل بيحاولوا إن هما يتلافوها حاولوا يتجنبوها لحد دلوقتي إسرائيل معانتش رسميا إنها خلف قصر لكونسولية الإيرانية بس هي مش محتاجة تعلم إلا أنا عاوز أقوله إيران حترد أمر وفروغ منه الأمريكان بيأكدوا إن دي سواريخ إيران حتضربها على إسرائيل أمر وفروغ منه بس لحد قد إيه يعني خد بالك ممكن تحصل مواجهة بس تتلم بين إيران وإسرائيل وبين إيران وإسرائيل وأمريكا بس في الآخر يتم تحجمها أما لو حرب مفتوحة هيبقى الأمر صعبة جدا عن منطقة وعلى إسرائيل وعلى إيران وعلينا وعلينا كلنا محدش حينجم محدش حينجم وأنا بقول الحلاجة ممكن يكسفه مفاعل دايمونا محدش بعيد حسب تقارير دولية فإن هذا المفاعل النووي هو المسؤول عن تصنيع مئتي رأس حربي نووي وقوته كافية لإنتاج عشرة قنابل نووية في السنة الواحدة فده أمر في منطقة خطورة دلوقتي أمريكا بتحاول توسط دول خليجية للتحدث مع إيران لمنع التصعيد طيب لو خدت بالك هتلاقي وزير الخارجية الإيراني كلم وزير الخارجية الإماراتي والوزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العراقي فده واضح جدا أن أمريكا بتحاول أنها تحجم الرد الإيراني بدل ما يبقوا مئات السواريخ يبقوا يا سيدي عشر سواريخ يبقوا سارخين ثلاثة وهكذا فهنشوف الدنيا ماشية إزاي واخد بالك أن برميل النفط لحد ما أنا بكلم حضرتك هو فوق التسعين دولار على فكرة هو كان قرابة الاتنين وتسعين يعني كان واحد وتسعين ونص دولار دلوقتي هو نزل نزل تحت الواحد وتسعين بس ما زال فوق التسعين دولار وده أمر خطير ما بالك لو قامت حرب من منطقة شكل أوسط وإيران المفروض أنها بتهدد أنها تقفل ماضيك هورموس لو قافلوا ماضيك هورموس ده أمر خطير جدا إيران بتقول إحنا ما قافلناش ماضيك هورموس لحد الوقت اللي نحن بستفيد منه بس ممكن نقفله عال حلقة ماضيك هورموس ده اللي بتمر منه كل صادرات النفط بتاعت الدول الخليجية فإيران بتهدد أنها ممكن تغلق الماضيك ده وده هيبقى أمر في منطقة خطورة ساعتها بقى إيه يعني حيبقى أمر حتدخل في حلف النيتو النيتو هو اللي هيخش ضد إيران مش إسرائيل ولا حاجة فالموضوع حيبقى في منطقة خطورة والدول العربية كمان ممكن تدخل بمناسبة قافلوا ماضيك هورموس ده عمل عدائي فأقصى ما يمكن فالسؤال هل إيران قادر على إغلاقه آه حتة دي آه ممكن إيران تغرق مركب تقفل لك الماضيك ده كله أو كزا مركب يا سيدة عشان بتزعل ممكن إنها تستهدف بوارج نبطية في الماضيك ده تأكله الأمر خطير مع إيران كله يتوقف كيفية الرد الإيراني وهل هو رد إسرائيل ممكن تبلعه ولا رد إسرائيل مش تسكت عليه وحترد في العمق الإيراني وهكزا ونخش في حرمة مبتوحة ده أمر محدش في المطقة عادتشوف المؤكد لحد دلوقتي حاجة واحدة بس إن إسرائيل بتقولك إحنا مش هننفذ أي حملية عسكرية دلوقتي بجزة إلا بعد الرد الإيراني واضح جدا إن إيران عملت مط في وقت ردها كل شوية تيجي ترد ولكن لأ مش دلوقتي تطلع تقرير أصلاحنا هنتحرك أصلا بنستدعي الاحتياط أصلاحنا بنغلق الأجواء وبعد كده يرجعوا في الكلام ده كله في زي مد أو استهلال حالة الزعر في إسرائيل هنشوف الدنيا تمشي إزاي يا رب كنت راح تفضل لك الموضوع بشكل مبسط ويا رب بنصر مصر بنصر العرب ويا رب بنصر بلسطين يا رب تحية مصر سلام موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين